طيب السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعرف الاسم حضرتك عبد السميع مع حضرتك أهلا بك يا أستاذ عبد السميع تفضل بسؤالك سريعا نعم والله أنا عندي سؤال لفضلت الدكتور يا أستاذ أكرم وأنا رجل بسق فيك وفي أمانتكم في الدين الحمد لله جعلنا كذلك يا أستاذ عبد السميع تفضل بسؤالك ولكن سريعا وبتلقى مختصرة نعم حاضر أنا أنا عند ربعا وستين سنة يلا بيديك صحة نعم وبصلي سلا البول بينزل في الشرطة بتاعي فأنا ما بعرفش أحضر في صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة فبصلي بالفجر في البيت فبصلي السنة الأول وأنا وأنا بصلي بتنزل بعض النقاط يعني بقيم لصلاة الفجر بقيم لصلاة الفجر بعد صلاة السنة بحس أن أنا ما سلمتش في السنة بيعتبر الأربع ركعات مع بعض بس أنا واثق أنني سلمت الله أعلم كنت سلمت بعد صلاة السنة أم لا أوه أنت شاكك يعني في وسواس أه أنت سلمت بعض ركعتي السنة أم لا ولا يعني خدت الأربع ركعات كلهم كده على بعض طيب يعني ده أعتبر من الوسواس القاهري وموضوع السلس البولي أعتقد يا فضيل الشيخ أعجبك على هذا الموضوع أعتقد أنه ليس يمنعك أبداً عن الذهاب للمسجد طب هون بس هو السؤال وانت ليه ما بتروحش المسجد لماذا لا تذهب إلى المسجد يا سيد الفضل أنا ما بروح المسجد ممكن ينزل مني بول في البول طب ما ينزل إيه المشكلة إيه المشكلة يعني ما ينزل ما يبطلش صلاتي لا لا يبطل صلاتك لا يبطل صلاتك روح صلي في المسجد حتى لو نزل منك البول فصلاتك صحيحة تمام كده طالما أنت بتسهى وبتشك لما بتصلي لوحدك يبقى أفضل حل بالنسبالك أنك تصلي جماعة تروح المسجد وتصلي حتى لو وقع منك حاجة وانت بتصلي ما فيش مشكلة خالص حتى لو هتصلي بهدومك عليها أثر البول ما فيش مشكلة صلاتك صحيحة صلاتك صحيحة لكن يجب هنا أن نؤكد أن هذا الحكم خاص لهذا الأخ الكريم والوالد الفاضل ولمرضى سلس البول لأن سلس البول يعني عدم التحكم في البول وده أمر مرض يعني ليس للبشر فيه إرادة وبالتالي لهم رخصة مريض سلس البول ومريض القولون بتاع القولون ما بيقدرش يتحكم في الغازات يطلع من الحمام قبل هو ماشي في الطرقة يحس أنه بيطلع غازات يركع بيطلع غازات يسجد فيعمل إيه ده ده عذاب طب وبتاع البول نفس الكلام فالتنين دول ما فيش مشكلة انتوا توضوا بس توضى عادي خالص وروح بقى اللي يطلع يطلع واللي يقع يقع واللي ينزل ينزل صلاتكم صحيحة وروح صل الجمعة وصل الجماعات وصل كل حاجة وصلاتكم صحيحة سواء كان بيخرج غاز من القولون او بيخرج سلسبول صلاتكم صحيحة وهذا متفق عليه عند جميع الفقهاء بلا خلاف طب فاليد الشيخ يعني هنا انا استشعر من سؤاله انه هو مش عاوز يروح المسجد طبعا خوفا على طهارة المسجد وحدك يعني قلت له مفيش اي مشكلة ولكن هو بيضطر انه هو يتوضى في منزله وقد يسير الى فترات طويلة او بعض الكيلومترات حتى يصل الى المسجد وبالتالي سوف يعني يخرج منه كثير من البول هذا الامر ايضا يذهب الى المسجد وهو متوضع في منزله ويصلي عادي بمعجهة لا هو يعني مريض صلس البول غالبا غالبا بيقع منه اشياء يسيرة وليس الكمية الكبيرة من البول هو يستطيع ان تحكم في الكمية الكبيرة لكنه بلغش يتحكم في الحاجات الصغيرة اللي بتقع منه قطرات 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 يعني ممكن تبقى المسانة مليانة عنده هو متحكم فيها لكن ما بيعرفش يتحكم في موضوع القطرات فمريض صلس البول غالبا بيبقى بيقع منه قطرات القطرات دي اخرها ان هي يرى اثرها على السياب طب لو كانت كتير يلبس حفاضة نعم يستخدم حفاضة من الحفاضات اللي هي زي بتاعة كبار السن كده يلبسها تحت ملابسه وان شاء الله يا رب يعمل فيها بول كامل حتى لا يتضر الاخر بول كامل بس عشان ما يغرقش الدنيا بس وخلص طب وصلاته صحيح نعم جزك بلك ازاي لانه الماء المحبوس داخل الحفاضة حكمه حكم الماء المحبوس داخل الاسطرة اللي بيركبوها مرضى المسانة نعم 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 زي وزيها بالظبط فصلاتهم صحيح ولكن فضيط الشيخ اذا ملابس الحفاضة يعني لامور نفسية ونزل بعض القطرات زي ما حددت فيش مشكلة صحيح ملابس الداخلية ليس هناك اي مشكلة نعم صحيح طب هذا الامر هل ينطبق ايضا على الغائط لو انسان مريض عنده مشاكل مرضية لا يستطيع ان يتحكم في مخرجاته من الغائط نفس الامر نفس الامر اذا كان مرضا نعم اما في فرق ما بين المرض وبين الحالات الاستثنائية يعني مثلا كتير من الناس في ايام البرد ممكن يحس ان بيقع منه بول غزب عنه لا ده ما يخدش نفس الحكم يخدش الحمام تاني ويزبط حاله لكن لو كان ده مرض بمعنى انه كل ما يدخل الحمام ويخرب ينفلت منه من مصدر البول او الغائط شيء غزب عنه واصبح ده مرض وبيحاول يتعالج منه ده طبعا معه رخصته وذلك لان الله تبارك وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج وهذه من سمات الشريعة الاسلامية ان شاء الله الله التيسير خاصة على اصحاب الاعزال والامراض نعم نعم جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ